في اليوم نحكي عن مقاومة الأنسلين وصورنا يعني بالفترة الأخيرة عم نسمع كثير أشخاص عم بقولوا أنا مصاب عندي أنا ما عندي سكر يعني عندي مقاومة أنسلين لازم أتحمى أكتر فتحكينا بالبداية شو هي مقاومة الأنسلين تمام الآن قبل ما نحكي عن مقاومة الأنسلين نعرف شو هو الأنسلين بالبات الآن الأنسلين هو هرمون يفرز من البنكرياس وضيبته بشكل رئيسي تنظيم مستوى السكر في الدم الآن مقاومة الأنسلين هي الحالة لخلايا الجسم أو أنسجة الجسم ما بتستجيب فيها الهرمون للأنسلين فبصير الإنسان لما يأكل في عندنا ارتفاع مستوى السكر في الدم بس هذا السكر ما بدخل على الخلايا نتيجة عدم استجابة المستقبلات الموجودة على أقشية الخلايا للأنسلين فبالتالي برتفع عندنا مستوى السكر في الدم والبنكرياس بالتالي برجع برفع مستوى الأنسلين في الدم فبصير في عندنا كاسكيد من ارتفاع مستوى السكر في الدم وارتفاع مستوى الإنسولين في الدم فهذه هي مقاومة الإنسولين بشكل مفصل أهميتها أنه هي مقدمة لها بعدين لا سمح لا ممكن إنسان يدخل فيه مرحلة ما قبل السكري أو داء السكري نعم طب إذا نحكي عن الأعراض اللي ممكن المريض يشعر فيها هيك كبوادر لأنه هو في عنده مقاومة الإنسولين بشكل عام مقاومة الإنسولين ما في عندنا أعراض واضحة لمقاومة الإنسولين ولكن المريض العادة يعاني من مقاومة الإنسولين في عنده زيادة في الوزن فبالتالي أي زيادة في الوزن هي مؤشر لوجود مقاومة الإنسلين الآن عدى عن ذلك في عندنا بعض العلامات التي قد تظهر على الجلد عند المرضى المصابين بمقاومة الإنسلين يكون في عندنا تصبغات أو سماكة في الجلد خاصة هاي التصبغات تحدث في منطقة الرقب أكثر إشياء أو في منطقة تحت العبط يكون في عندنا سواد على الجلد وحيانا هذا السواد نحكي له إحنا الأكانثوسز نيغريكنس أو الشواك الأسود يكون مصاحب لسكن تاجز اللي هي زوائد لحمية فأي شخص بيلاحظ أنه في عنده زوائد لحمية على منطقة الرقب أو تصبغات سوداء على منطقة الرقب أو تحت العبط وهي بالمناسبة ترى ممكن تحدث في أي مكان في جسم الإنسان ما عدا باطن اليدين والقدمين هاي مؤشر على وجود مقاومة الإنسلين كذلك مقاومة الإنسلين لدى السيدات ممكن السيد تشعر أن يوصفي عندنا تأخر في الدورة الشهرية أو انقطاع في الدورة أو عدم انتظامها كمان هاي علامات تؤدي أو تشير إلى وجود مقاومة الإنسلين أحياناً سيدت وصاب بمقاومة أو بمتلازمة التكيس المبايدة بنحكي لها أو تأخر الإنجاب كمان هاي علامات تؤدي أو تشير إلى وجود مقاومة الإنسلين أحياناً كذلك نتيجة تراكم الدهون في منطقة العضلات ممكن الشخص يشعر فيه أعلام بالعضلات نتيجة مقاومة الإنسلين وهي كمان مؤشر على وجود مقاومة الإنسلين نعم ولكن هي مش ضروري ولا شرط ولا يعني أنه إذا هاي الحال موجودة عندنا؟ معناته في مقاومة إنسولين زكرت أنه سيدات في عندهم اختلاف يمكن بالأعراض اللي ممكن تظهر عليهم إذا نحكي عن مقاومة الإنسولين إذا هل في نسبة معينة بتبينتنا إذا بتصيب الرجال أو بتكون عند الرجال أكثر من النساء أو ما فيه أي رابط؟ هي مقاومة الإنسولين تصيب الرجال والنساء على حد سواء النساء مش أكثر عرضة لإصابة مقاومة الإنسولين ولكن النساء ينتبه لوزنهم أكثر من الرجال الإنسولين هم السيدات لا يديروا بالهم على وزنهم يظلموا شيقوا على الوزن تفرق معها الوزن أكثر من الرجال التأخرات أو التغيرات الهرمونية وارتبطة بالدورة الشهرية كمان بتلاحظها السيدات مشانك معظم السيدات اللي بيجون على العيادات ويكون قامت الإنسولين هم سيدات الرجال بشكل عام ما بيهتمش كثير لوزنه بيعتبر الكرش وجاهة ما بتوعهم صعبه سكري فبالتالي بيجونه مرحلة السكري لاحقا نعم وهو كل ما يعني تم الكشف مبكرا كل ما بيكون أفياد لأنهم بيحموا حالهم الإصابة بالسكري نصبت أنت بتقدر تمنع الإصابة بالسكري إذا عرفت أنه في عندك مقاومة الإنسولين نعم طيب إذا نحكي عن الأسباب اللي ممكن يصير هل هو العامل وراثي أو زيادة سكر تحكي لنا أكثر أوكي الآن في كثير أسباب لمقاومة الإنسولين ولكن السبب الرئيسي لمقاومة الإنسولين هو زيادة الوزن الآن زيادة الوزن نحن نعرفها بناء على مؤشر كتلة الجسم مؤشر كتل الجسم بنحسبه اللي هو الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر مربا إذا كان مؤشر كتل الجسم عندي فعرفش إذا فيه صورة نحن نحطينها نعم رح نرى الأخير إذا مؤشر كتل الجسم أنا عندي أكتر من 25 فأنت شخص مصاب بزيادة الوزن إذا في عندنا زيادة في الوزن فأنت معرض لمقاومة الأنسلين إذا كان عندي مؤشر كتل الجسم أكتر من 30 فإننا نحن نتحدث عن السمنة أكتر من 35 هنا نتحدث عن السمنة المفرطة فكما زادت مؤشر كتلة الجسم كل ما كانت نسبة الإصابة بمقاومة الانسولين ومشاكل مقاومة الانسولين عندنا أكتر نعم لأن عدا عن مؤشر كتلة الجسم نطلع على شيء يسمazo نحكي له محيط الخاصر يعني محيط الخاصر يدني على السمن المركزية إذا كان محيط الخاصر لدى الرجال أكتر من 102 سنتي فأنت عرضه أكتر لنصير في عندك مقاومة للانسولين إذا بنسبة السيدات إذا كان محيط الخاصر عندنا أكتر من 88 سنتي لـ 35 سم كمان إنت معرض أكثر يصير في عندنا مقاومة إنسلين الآن هذا السبب الرئيسي لمقاومة الإنسلين هو زيادة الوزن الآن عدى عن زيادة الوزن في عندنا كمان كثير علامات أو مسببات لمقاومة الإنسلين هي بالمناسبة هي عدات صحية خاطئة الناس تتجاهلها من قلة النشاط البدني نحن ما بنمارس رياضة بشكل عام ما حدا فينا بيمشي أو بلعب رياضة الآن النوم بطريقة خاطئة الناس اللي تسهر طول الليل وتنام الصبح هذالها عرضة أكثر يصير في عندنا مقاومة إنسلين النظام الغذائي السيء الناس بتعتمد شكل رئيسي على الأكل الجاهز والنشويات والدهنيات مهرضين أكثر يصير في عندنا مقاومة إنسلين لأن كمان ما دناش نحكي أنه كل شيء عامل وراثي ولكن هناك استعداد وراثي في عندنا قابلية جينية لمقاومة الإنسلين خاصة إذا في عندنا تاريخ عائلي للإصابة بداء السكري من النوع الثاني إذا الواحد والده أو والده مصابين بداء السكري من النوع الثاني هو أكثر عرضة أنه يصير في عنده مقاومة إنسولين كذلك الحمل بحد ذاته زيادة الوزن يصير خلال الحمل التغييرات الهرمونية يصير خلال الحمل تخلص عرضة أكثر أنه يصير في عنده مقاومة إنسولين وهذا اللي بسببنا نحن سكر الحمل سكر الحمل تشاء وسبب سكر الحمل هو بكل بساطة مقاومة إنسولين كذلك هناك بعض الإلاجات التي قد تؤدي لمقاومة الإنسولين زي الكورتزونات حبوب منع الحمل أدوة التشوش النفسي أو الذهان كمان هي بتساعد على الإصابة بمقاومة الأنسلين نعم يمكن دكتور ذكرت مجموعة من الأسباب والعوامل الممكن تأدي للإصابة أو تكون مساهمة بالإصابة بمقاومة الأنسلين وفي بعض من هذه العوامل نحن نقدر نتحكم فيها يعني زي فرضاً الوزن إذا عملنا حمية ونزلنا بوزننا أيضاً من خلال الرياضة ممارسة حياة صحية خلينا نحكي من خلال أيضاً الغذاء والأطعم اللي نحن نأكلها أدي هذا رح ينعكس على مقاومة الأنسلين إذا كنا نحن مصابين أدي ممكن نلاقي نتائج مباشرة مئة بالمئة مقاومة الأنسلين هي شيء ريفيرسابل يعني إحنا بنقدر نسترده معاش الحال بكل بساطة مقاومة الأنسلين هي سبب زيادة الوزن إذا أنا قدرت أتخلص من هذا الوزن الزائد اتبعت نظام غذائي صحي لعبت نشاط رياضي داومت على الرياضة مش فقط شهر وشهرين أدومت على الرياضة كل هاي الأشياء وزني أنا رح ينزل الانسلين رح يجع الخلايا تستجيب للانسلين بشكل فعال بتنتهي مقاومة الانسلين تحمي نفسك من الإصابة من داع السكري والمشاكل الناجمة كذلك عن مقاومة الانسلين أعد 온 داع السكري نعم إذا نريد0 نتיי عن التشخيص كيف يتم التشخيص؟ اوكي عن تشخيص مقاومة الانسلين أنا بيهم للناس يعرف أن مقاومة الانسلين هي ليس مرض بحد ذاته مقاومة الانسلين هي مقدمة لداء السكري أو ما قبل السكري وهي قد تكون كذلك جزء من متلازمة الاستقلاب فهي مكون من متلازمة الاستقلاب وهي مقدمة لداء السكري فتشخيص مقاومة الإنسلين بيعتمد على العلامات والأعراض اللي احنا حكيناها قبل شوي بيعتمد على الوزن المريض بيطلع على وزن المريض بنقيس ضغطه بندور على مكونات متلازمة الاستقلاب من ارتفاع في الشحم الثلاثية أو انخفاض في مصول الكوليستيرول المفيد بنشوف مستوى السكر في الدماء والسكر التراكمي بنشوف كذلك حمض اليوريك بنعمل انزيمات الكبد كل هاي العوامل أو العلامات والأعراض والفحوصات بدللنا على وجود مقاومة الإنسلين الآن أنا هون بدأت أذكر شغلة كثير مهمة لأن كثير أنا بيجينا على العيادة مرضى والله أنا عامل فاحص مقاومة الإنسلين يا دكتور أنا في عندي مقاومة الإنسلين نعم لأن الفحص المخبري لمقاومة الإنسلين ما فيه أي دليل طبي أو سريري على أنه هو اللي بشخص مقاومة الإنسلين لأنه أصلاً ما فيه رقم ثابت متفق عليه على قديش بنستوى الإنسلين طبيعي أنا عندي في الدم فالفحص مقاومة الإنسلين اللي الناس بتعمله بشكل عام نطلع عليه ونستعنس فيه ولكن هو مش ضروري تشخيص مقاومة الإنسلين وما فيه أي براكتس أنه أنا بيجينا أنا مرضى كل فترة بعمل فحص مقاومة الإنسلين فالفحص أن نستخدمه بالأبحاث ولكن ما يفعله إليه أي دور بالتشخيص نعم طيب إيش المشاكلة اللي ممكن أنهم يواجهوها غير إنه الإصابة بالسكري على مدى طويل أو يعني يصير مرض مزمن مصابين فيه إيش كمان فيه مشاكل تمام الآن الإشار الرئيسي زي ما اتفقناه هو دائس سكري لأن عدى عند دائس سكري مرض مقاومة الإنسلين هو أكثر عرضة نصير في عنده ارتفاع بضغط الدم ارتفاع بالكوليستيرول والشحوم الثلاثية أمراض القلب والأوعي الدموية وتصلب الشريين كذلك في كثير حكي الآن مقاومة الإنسلين أصبحت مرتبطة ببعض الأورام كأورام الثدي والرحم والقولون كذلك مرتبطة ببعض الأمراض العصبية والنفسية كالاكتئاب والألزهايمر أو الخرف بالإضافة طبعا زي ما حكينا في البداية تكيس المبايد وتأخر الإنجاب لدى السيدات وكذلك انخفاض مستوى التستسيرون وتأخر الإنجاب لدى الذكور فهذه كلتها ناجمة عن مقاومة الإنسلين نعم طيب دكتور إذا ما نحكي العلاجات يمكن حكينا ممكن إحنا يعني مجموعة من العوامل ممكن نلعب فيها الوزن الرياضة غيرها ممكن تساعدنا هل فيه علاجات ممكن كمان يأخذوها على شكل أدوي ممكن تفيدهم أيضا تمام الآن العامل الرئيسي للوقاية وعلاج من مقاومة الإنسلين يكون متفقين عليه هي الرياضة والنظام الصحي هذا هذا الاشي الرئيسي الآن نعم هناك بعض العلاجات اللي بتعمل آز نحكي لها إنسلين سنسي تايزر بتخلي الخلايا أو الأنسجة تستجيب بشكل أفضل للإنسلين في عندنا نوعين من العلاجات موجودات في الأسواق الميتفورمن أو البايوغليتازون بس كذلك هذه الأدوية ما بننصح أي مريض روح يأخذ هذه الأدوية بدون ما يكون في عندنا استشارة للطبيب لأنه احنا ما بنستخدمها مش كل مريض مقاومة إنسلين يعطي دواء العامل الرئيسي هو في البداية بك تروح تحرق الدهون الموجودة عندك في الكبد والعضلات عن طريق النشاط الرياضي بعدين تعمل حمية غذائية تعتمد من شكل رئيسي على الخضروات والألياف قليلة النشويات والدهنيات لتنزل وزنك بعدين تلقائيا استجابة الخلايا للإنسلين ترى رح يصير ممتازة بدون ما تستخدم الأدوية نحن بشكل عام العلاج مش فرست لين مش أول ما نحن بروح على العلاجات نأول ما نحن بروح الرياضة حمية في بعض الحالات إذا أنا بكون في عندي عوامل اختطار إذا كنت أنا عندي دائما قبل السكري موجود أو إذا في عندي تاريخ عائلة لإصابة مرض السكري أو في عندي سمنة أو في عندي سكر يحامل أو صافة سكر يحامل قبل هيك أو تكييس مبايض أنا بعطي هذه الأدوية بس مشكل مريض مقاومة إنسلين أنا بعطي الأدوية التي تعمل على زيادة استجابة الخلايا للإنسلين نعم فيعني يمكن هي نعيش حياة صحية من خلال الأكل الرياضة حركتنا تكون أكتر يمكن هذا ونحافظ على وزننا بما يتناسب أكيد مع حياتنا هذا يمكن الأسلم والأصح لإلنا شكراً لوجودك معنا دكتور مراد شطناوي وحضرتك استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصم والسكري أهلاً وسهلاً في حضرتك شكراً لإلكم